السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف ألف عافية هذا اسمه هونر سيفنتين شوف اللون شوف اللمسات اللي حطينا في الجهة الخلفية للجوال ما ادري اذا راح تبين معاكم ولا لا بشكل افضل لكن الكاميرا الامانة مهم ما عطيتها حقها في من ناحية مفهوم التصميم الشاهد في الكلام هذا الجوال في كل شي انت تبغى ومسوين عليها تحفة 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 راح اقول له في نهاية هذا الفيديو ان شاء الله لكن لا تنسى من حين خلنا نتفق على شغلة لا تنسى انه اللي بنتكلم عنه في جوال بسماكة 7.9 ملي متر ومية ثمانية سبعين جرام اتفقنا اتفقنا اولا ثمانية مع ميتين سستة خمسين بألوان مميزة لهذه النسخة وايضا ثمانية مع مية ثمن عشرين لألوان مميزة ايضا لهذه النسخة في اختر السعر اللي انت تبغاها يدعم لك شرحتين وايضا دعمها لشبكات الجيل الخامس الجوال من ناحية التصميم زي ما هو واضح قدامك واللقاطات اللي قاعد تشوفها يعني جميل بشكل رهيب ادري انها مسألة اذواك لكنه اللون في الضيء شيء خرافي الصراحة حلقتين دائرتين للكاميرات الثلاثة الخلفية مع الفلاش ال ايدي شاشة منحية ثقب موجود في الكاميرا الامامية بمنتصف الشاشة يوسبي تابسي سماعة واحدة وعندك هنا طبعا اضرار باستجابة جدا رائعة لتشغيل وطفاء وايضا تحكم مستوى الصوت وبصمة موجودة على شاشة الهاتف باش تعمل بالشكل المطلوب الشاشة هذه الجميلة انتك تشوفها ما هي اي شاشة بسيطة هذي 6.67 انش تقنية ال OLED و120 هيرتس و 1080p plus وتدعم لك ال HDR10 ويعني فيها كل التقنيات اللي راح تخليك تستمتع في مسألة التصفح ملتي ميديا جايمينج كله على بعضه في بكاج موجودة على هذه الشاشة مع سماعة واحدة موجودة بالاسفل ومن ثم لما نتكلم عن مسألة والله الأداء هو يملك واحد من أفضل الهواتف اللي تقدم لك معالج جميل نتكلم عن سناب داكت السبعمية وثمانية وسبعين جي بلس تحديدا جي بلس لسبب انه راح يقدم لك توازن جميل في مسألة الاستهلاك البطارية وأيضا في مسألة الأداء العالي للأدرينو 642 هون راح تعزد لك ثلاث نقاط هنا من ضمنها زيادة في معدل رام يعني تقريبا مجموعة 10 جيجا بايت للرام وأيضا راح تعزد لك في مسألة والله الجي بيو تيربو اكس واللي راح يزيد من سلاسة الألعاب مثلا بوب جي وعدد الفريمات مثلا في اسفلت ناين وغيره فهذا راح يكون عامل مهم جدا ثالثا هو مسألة السوبر تشارج راح يملك هذا الجوال بطارية بسعة الـ 488 ملي همبير لكن بداخل الصندوق راح يجي معها طبقة حمال الشاشة مثبتة مسبقا محتاج تدفع ولا فلس غطاء خلفي وسلكي سبي تايب سي وشاحن هذا الشاحن السوبر تشارج من هونر راح يكون بقوة الـ 66 واط هذا يا اخوان فعليا في 20 دقيقة تقدر تشحنها الى 60% ما شاء الله تبارك الرحمن فهذه العوامة الثلاثة راح تخلي الأداء سلس وبطارية بإمكانك تعتمد عليها وضيف عليها انه مبني على نظام الاندرويد 12 مع الماجيك يو اي 6.1 واللي ايضا راح يطيك خيار اضافي انه خدمات جوجل وغيره 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 راح تلقى موجود مع هذا النظام وواجهة يعني تعطيك خدمات يعني كثيرة صراحة بما فيها تقسيم الواجهة اذا بغيت فهذا خيار ايضا متاح من خلال هذا النظام ومن ثم الكاميرات وهنا الشي اللي راح تشوفه الشي مميز في هذا الهاتف لانه خلينا نتكلم عن الكاميرات الخلفية اربع وخمسين ميجا بيكسل فاتحة العزة واحد فاس تسعة سور سينسينج كاميرا مع المستشعر الصوني الجديد اللي هو الاي ميكس الثمامية هذا تقريبا اول جوال يستخدم هذا المستشعر لسبب انه راح يعزز لك من مسألة تصوير في انه فيها اوتو فوكس فهذا شي جميل على بعد اثنين ونص تقريبا سنتيمتر راح يعطيك الوضعية الماكرو واثنين ميجا بيكسل في مسألة العمق مع العمق والكاميرا الامامية ثلاثين ميجا بيكسل مع سوبر كلير سلتوي هذا الجوال اشوفه كخيار ممتاد لمحبين الفلوغات ليش؟ لانه يوفر لك خيارين مميزين اول خيار هو السولو كت اللي هو راح يسوي تراكينج للأوتو فوكس بشكل دقيق بحيث انه يعطي حتى زي النافذة يوريك انه ترى مركز الفوكس حتى مع الاشياء اللي قاعد تتحرك يعني تتحرك دار ما دار تلقاه دائما مركز الفوكس عليه بحيث انه انت مثلا قاعد تسوي توتوري هالمثلة او انك قاعد تسور ولدك في مرص التزلج ما غيره وهذه الامور والله واحد قاعد يشرح لك الطبخة او يسوي لك كافي ما تبغى يضيئ الفوكس تبغى يفوكس دائما ابدا حاضر مع التراكينج للنقطة اللي انت محددها فهذا خيار جميل ووضيف عليها البيوتي ما البيوتي تحسين جمالية الوجه مثلا وانت قاعد تسوي هذا الشيء يسمونه دول بيوتي افكت برضو هذا الخيار موجود وفيها نظام الالكتروني ثنائي للمثبت وهذا اللي يعزز في مسألة ثبات الفيديو وانت قاعد تتصور تلقاه دائما محافظك على ثبات الفيديو فهذه من الخيار والخيار الثاني هو المالتي فيديو اني والله ممكن استبيد من الكاميرات الثلاثة والكاميرا الامامية بنفس الوقت ممكن احط كاميرا امامية وكاميرا خلفية او كاميرتين للجهة الخلفية مثلا الالترا وايد والزوم شوية ممكن والله يحط صورة في صورة على سبيل المثال لو بغيت هذا الشيء ايضا متاح يعني عندي اكثر من نمط اقدر استفيد منك كطريقة ابتكارية بدلا ما تقعد يعني بتتطور الكاميرا خلفية انت تتطور قاعد تشرح شيء بينما الكاميرا الثانية قاعد تتطور لك الشيء ان انت قاعد تتطوره واضح فهذه واحد من الاشياء الجميلة اللي ممكن تستفيد منها فهذا هو الجوال الهونر السبنتي قاعدين نتكلم عن خاصية اسمه السولو كات واللي تسمح لك بالمختصر الوربيد هو التركيز على الاوتوفوكس والتراكين ونظام التعقب للفوكس بحيث انه يسمح لك وانت تتكلم مع الشخص الاخر او غيرهم انه يعطيك الافضلية في مجال انه ما يضيع لك الفوكس ويركد الشخص اللي يتبغى الكاميرا تركيز تركيز عليه بدون ما يكون فيه ضياع في التباصيل فيه تغبيشة في الوجه حتى لو حرّف مكانه مكان ألي فيه هنا كان باتل قا ثابت من الابدد هذه فكرة السولو كات واحد من اجمل خطائس اللي ممكن تشوفه في علم الهواتف الذكية وهذا السبب اللي خلاني اقول لك انه هذا الجوال فعلا صارح ان يكون لمحبي البلوك اوكي نحن بقول لك وش اللي مقدمين لك اذا خذيت الـ 8256 راح يكون فيه الوان حصرية واذا خذيت الـ 828 راح يكون فيه الوان حصرية برضو لكن شاهد في الكلام انه راح يكون بسعر الـ 999 نسخة الـ 126 و 1799 عفوا لنسخة الـ 828 لاحظ هذا السعر جدا منافت على جواب بهذا الامكانيات لكن الطلب المسبق يبدأ وانتبال هذه النقطة من 18 من الشهر الجاري اللي هو شهر اغسطس الى 24 اذا تمكنت من الطلب المسبق راح تاخد يعني تقريبا ثلث سعر الجوال من ناحية الهدايا 1596 تخيل خلني اقول لك وش راح تاخد راح تاخد الساعة هنا اللي هي الماجيك واتش تو راح تاخد غطاء فاخر بجودة عالية جدا وضمان مدة ستة شهور تقريبا لحماية الشاشة وضمان ايضا لو طلعت لدول الخليج تلقى الجوال تحت الضمان جيبت العيد من هذا الامور تلقاه تحت الضمان مع نكاية مشاكل كل هذا راح يكون لك فقط لاشخاص اللي يسموه طلب المسبق الجوال جميل جوال تحبب بامكانية مميزة اعطنا رايك في خلال التعليقات شوفكم خريج الله مع قلب السلامة